موسيقى زمان من 25 سنة عيش أهلها غصبوها على الجواز من واحد ما كانتش بتحبه ولا عايزاه ومن أول يوم جواز وهي في ضرب وإهانة مع ذلك خلفت منه ولده وبنت وكل ما كانت تطلب الطلاق كان بيهددها أنه هيحرمها من الولاد بقت بتغضب عند أهلها بالسنة أو أكتر وبعد ما جات لها أمراض الدنيا النفسية وكمان عضوية بسببه وافق أهلها على طلاقها بعد 16 سنة جواز وبعد ما خرجت من التجربة الصعبة دي حبت واحد أصغر منها بـ 8 سنين قال لها أن عمره ما تجوز قبل كده وأنه لما عارض على أهله أنه هو يتجوزها رفضوا واتفقوا أنه هما يتجوزوا من وراء أهله وبعد 8 سنين جواز حصلت له أزمة واتحبت 6 شهور لما طلع اعترف لها أنه كان إنسان وحش وأنه كان متجوز عليها ومخلف من مراته الأولينية ودلوقتي هي حيران تسامحوا وتدي له فرصة تانية خصوصا بعد ما خلفت منه بنت عندها خمس سنين النهاردة ولا تسيبه؟ طب لو قررت تكمل تكمل إزاي؟ وهي مش عارفة تتعامل حاسها غريب ومش عارفة تعمل إيه وعشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد محمود حمودة مدرس واستشاري الطب النفسي عشان نقول لعشق تعمل إيه أهلا بيك يا دكتور منورني منورك والله أخبارك إيه؟ الحمد لله أنا عارفة بتيقلي عارفة رأيك في الجواز أنه حد يتجوز حد أصغر منه بكتير إيه رأيك فيه؟ لا مش عارفة رأيي ولا حاجة طب لو معداش التلاتين بتفرق وبعد التلاتين بتفرق لا برضو طب أمو ليه؟ أنا عايز أسمع معينك كنت قيل يا بلي كده ها هو عادي أن حد يتجوز حد أصغر منه بس هو الفكرة لا الموضوع ما يتأس بالسن يعني سيدنا محمد كان متجوز السيدة الخديجة وهي أكبر منه بكتير فالموضوع مش بيتأس بالسن وفيه ناس مشهورين متجوزين زوجاتهم أكبر منهم بكتير أيوش تكيرة وكتير الموضوع لي علاقة بالنضج العقلي لو هو راجل نضج عقليا حتى لو أصغر منها في السن هيعرف يحتويها أنا عرفها منين لنكشف على قول آه لازم تبقى فيه عشرة ما بينهم أو فيه سابق معرفة في خلال المعرفة دي هتعرف أنه هو نضج عقليا وقدر يحتويها ولا لا بس لو هي عدة التلاتين وهو ما عدهاش أيوة ما لهاش علاقة برضه ما هو فيه ناس في العشرينيات نضجين عقليا وفيه ناس عندها خمسين سنة وغير نضجة عقليا أنا أقوم مراسمع الرأي ده آه فالموضوع ملوش علاقة يتبقى الراجل لما يعدي التلاتين بيبقى أعلى أيوة طبعا ده الغالب ده سن العقل آه بالضبط كده ولكن فيه ناس بتبقى نضجة نفسيا قبل كده فتقدر أنها تتجوز وتحتوي ستة أكبر منها في السن خدي بالك أنه أغلب أصلا الشباب المراهقين والشباب في العشرينات بيعجبوا بالبنات الأكبر منهم في السن آه إيه ده بقى ليه كده يا أخو أنا قلت هالك قبل كده على فكرة هو سن التلاتينات عند الستات ده بيبقى الست فيه في قمة الأنوسة وفي نفس الوقت في قمة الأمومة فبتعرف تحتويه نفسيا فهو بيحب ده يعني لو حد عنده 25 يتجوز واحد عندها 35 عادي هو هو بيقى معجب ومشدود لو حد عندها 35 ده عادي تجوزه؟ هي ما تتجوزوش إلا لو لقيت أنه هو عنده القدرة على أنه يحتويها نفسيا وعقليا ساعت ما تقدر تتجوزه لكن لقيته عيل منها ما ينفعش تتجوزه هي مش راح تتجوز وواحد هتربيه مش هتجيب واحد آه آه عيل يعني طب عشق هنا لقيت أنه أعقل منها وعرف يحتويها؟ والله عشق نفسها بتقول كده بس هل عشق نفسها يعرفها يا عايزة ايه؟ ده السؤال بقى هو عشق نفسها عندها مشكلات الحقيقة يعني عشق نفسها الموضوع مسالك كده ألاقي حد في قصة حقيقة ما عندهش مشكلة معك؟ تخيالي آه واحد والناس كلها عندها مشكلات يا سالي وما ليه؟ ليه دكتور؟ ليه يا دكتور؟ مش طيقة وبعدين اطلقت بعد 16 سنة الحجة أن أهلها كانوا رفضين حلو أهلها زي أي أهل مصريين اطلق عندهم عيب فهم كانوا رفضين يطلقوها بس 16 سنة وبعدين لما بدأت تدخل في اكتئاب فعليا وأعراض الجسدية اللي بتحكي عنها دي أعراض اكتئاب إنها بدأت تخس في الوزن أو إنها بدأت نومها يضطرب أو إنه بدأت تعاني من أعراض نفس جسدية ده كله بسبب الاكتئاب اللي نخلت فيه بيجيب خسستان فيه ناس بتدرب بتكتئب تدرب ما هو على حسب هو الطبيعي إنه الاكتئاب كل ما شخص يكتئب يأكل أكتر بس فيه ناس آه ليه لأنه الأكل بيزود السيروتونين في المخ فبيحسن الحلال المزاجي بسعيد أيوة بسد الحلال المزاجي بسعيدة عشان الشوكولاتة بتزود الاندورفنز بالتحديد فتحس إنه الأمور أحسن لكن في الواقع فيه ناس لأه لما تكتئب ما تكلش وتخس وإنهم بتاعها يضطرب وتبدأ تظهر عليها أعراض نفس جسدية فتبدأ تحس بأوجاع في جسمها وتبدأ تحس بمشكلات في المعدة ومشكلات ممكن توصل لحد الكي كل ما تشرب ماء يترجع فسعيدة هنا الناس بتحس إنه فيه مشكلة بقى فعلا فيقرروا إنه يخذوا له الدكتور أو يقرروا إنه هما يريحوا نفسيا فسعيدة هيقرروا إنه يريحوها نفسيا ويتلقوها من الراجل بس 16 سنة هي معرفتش تأخذ القرار ولا تكبرهم إنه هما يعملوا ده إزاي إزاي خلي بالك يا موك تكون لاب تشتغل عشان تعف تصرف على نفسها إحنا في الأغلبية البنات بتسمع كلام أهليهم لأنه ما قدرش أعمل حاجة من وراهم تالت حاجة هياخد عيالها منها إنت متخيل أنت عايز تأخذ القرار عامل إزاي في الآخر اتطلقت يعني ومعرفناش اللي أخدهم ولا ما أخدهمش لا ما هم معاها ما قالتش بس لو كانت ذكرت إنه موجوع ما قالتش يبقى ده معناه إنه كان بيهدد بس دي حاجة الحاجة التانية ما هيعرف التجبر إلاها يوفقوا على إنه هتتجوز واحد من غير أهله يعني جزهة التانية بقى اللي تقدم لها ده مش تقدم من غير أهله لأ بس هما عايزين يسطروها زي ما بيقوله عايزين يخلاصوا منها بقى طالع فلا لا مش يخلاصوا منها لا يعزين يخلاصوا منها إيو لك المطلقة هتجيب لنا مشاكل ياعم يجوزها كده بيخلاصوا منها أو لا بيسطروها اللي تين؟ لكن هم كانوا بيخلصوا منها في الحقيقة وهي وفقت على داعي يعني هي عارفت تكبرهم أن هم يجوزوها الراجل من غير أهله ومعرفتش تكبرهم أنها تتطلق من 16 سنة ووافقت عليه أصلاً ليه من الأول؟ معرفتش ترفض زي الناس؟ طيب خذ بالك المشكلة في الزوج الثاني هي وفقت ليه تتجوز واحد من غير أهله عشان بتحبه؟ هل ده سبب كافي أنها تتجوز واحد من غير أهله؟ وهي من أول القصة وهي شك أنه كداب من أول ما تجوزته ويحس أنه في حاجة مش مصبوطة رب أقول لك إيه؟ أنا سألت وقال قبل ما أطلع الفاصل هي جاني أو مجني عليه؟ هي للتنين الحقيقة إيه دكتوري حالي هي جاني ومجني عليها هي مجني عليها لأنها في الآخر نفذت كلام أهلها في أول مرة وتخدعت تاني مرة بس هي جاني لأنها كتعرفة أنها تتخدع وخذ يبالك هي بتكذب نفسها كل مرة طب ما إحنا على فكرة بتكذب نفسنا؟ هو دائماً بيقول لك تغافل عشان العلاقات تمشي لا طبعاً أنا بعرفة أنت مثلاً مش عايز تكنني بتخني أعرف أنك بتخني وعرف عملي يا سحمد طب على فكرة طب ما هي كتعاملة كده هي كتعاملة كده هي كتعاملة أنه بيخنها وعمل عمليتها أسم بالله لا أقعد مع أمهاتنا وجدتنا هتقول لك أنت بتبقي عارفة كبري دماغك هو هيرجع لك تقول لك مش بينام جنبك في الآخر تقول لك أنا خايفة أمسك دليل أحسن أتأكد أيوة أنا ببقى الآن أنا مش عايز أتأكد أنا مش عايز أتأكد هي تضحك عن نفسها بقى يعني هي بتضحك عن نفسها من أول تجوز وبتضحك عن نفسها طب على فكرة بيقول لك ما تدوريش وراء طب أدور وراء طب أقول لك حاجة هي الزوجة الأولى ولا الزوجة التانية متهيأ لي هي التانية التانية يعني هو كان متجوز قبليها إنت حسيت كده بردو؟ آه أنا هو متجوز فعلا هو راح تقدم واحدة تانية و هو متجوز فعلا طب أهله جملي عندها البيت أشكد طلق تانية القصة بقى بعد المشاكل طب هو طلق التانية فعلا ما ده السؤال التانية بقى طلق الأولانية بقى الأولانية ولا هو بيتحك عليها برضو و ما طلقهاش بس هو لها اتجوزت لإيه؟ قال لها الأولانية اتجوزت ما يقول اللي يقوله و ربنا نزع حبه من قلب ابنه ما يقول اللي يقوله يعني هو أول مرة كان صادق ما حرمته من ابنه أول مرة كان صادق ما هو راح السجن بقى فأتربى بقى حرم يعني أول مرة ما كانش صادق أنا مش هصدقه تانية مرة ده سايكوباتي يعني ده سايكوباتي دكتور حمودة والسايكوباتي ممكن حد يكذب ثواني من أول كتبة أقول خلاص مش هصدقك تانية مهما حصل لا لا مش من أول كتبة بس هو كدب أول مرة و دارب تاني كتبة ايه مش كدب معلش ما هو فاء ربنا عقبه ففاء أنا بقى بس أتأكد انه فعلا طلق التانية و أتأكد ليه و أتأكد ازاي و أدحك على نفسي و أقول مطلقها و أصدق الكلام اللي هو بيقوله مش أحسن مخرب على نفسي و أنا بحبه خلاص هي عايزة تعيش مخدوعة هي حرف يعني أنت عندك أن أنا تواجع نفسيا و أداي أحسن ما بقى عيشة مبخوطة أنا عندي أنا عندي أنا عندي أشوف الحقائق أحسن ما بقى عيشة في قلق بس ده على فكرة هيخسرك علاقات كتير جدا يعني أنا بقى عارفة أنت ماسك موبايلك أتأكد أن أنا أن أنا كلمتك أنت مردتش أروح أتأكد وأسأل حد أنت كان جمك موبايلك فأتأكد فأشيل منك لا ما أقصدش كده لا ما أقصدش كده لكن أتأكد من الحقائق أحسن من أنا بقى عيشة في قلق و وخوف طب أتأكد دينا محيات وجعني طب ما هي عمالة تضحك على نفسها طب ما هو قال لي طب ما هو رعاني طب ما هي كده مبسوطة هي كده مبسوطة بتيأت لا خالص هي عمالة قلقانة ولما لو مش قلقانة ما كنتش بعتتلك هي عايشة في توطر وقلق ومش عارفة تعمل ليه مش واخد قرار عشان كده بتبعتلك عشان هي محتاسة انت عايزة تتأكد فهي عادة مش مبسوطة انت عايزة تتأكد عندنا مثل بيقول كده اطمو احسن من لحمو عارف يعني ايه واجع ساعة واضربع ساعة اكساري احسن ما تعود تلحمي فيه يعني فيه حاجات كده طبوز احسن ما احنا عمالينا لصامها فعلاقتها بجزء دي علاقة عملت لصامها فبس ولا حاجة هي تتأكد انه هو صادق وانه المراضي هو بجج تتأكد ازاي تتأكد ازاي الناس تشوف القصة هتمشي ازاي تسأله بمنتهى الوضوح تقابل الستة التانية يبقى بيجدب تاني عليها وبيخدعها تاني ومفيش فايدة طب لو طلعا طب لو طلعا طب لو طلعا عمالة تدور على حاجات تضرر لنفسها وتكمل وانا موافقة جدا تضرر لنفسها وتكمل موافقة لحد امتى انت هتبدل تتحكي على نفسك لحد امتى ده حد مفضل مبسوطة هي مش مبسوطة يا رتها بقى انت عارفة لو ايه مبسوطة قول لها اتكمل لكن هي مش مبسوطة بيجيلي انها بعتتلك هو انت حد مبسوطة ايه ده ايوة كل الناس مبسوطة والدنيا حالوة طلعنا تربعنا مرضى وسايكوباتيين بيجيلي وهم مش مبسوطة ونرجسيين لا طبعا هاي عمالة تقول لك ده انا قلقانة وعب عيات وحياتي مش عارش ايه طيب وحياتي مش عارف ايه ومش عارف اخذ طرار طب ولو طلع ان هو طلق فعلا لو طلع ان هو طلق فعلا وفعلا ان ادمان وكده لا تتديله فرصة تانية خلاص طبعا اه طبعا تتديله فرصة تانية ونشوف هيحصل ايه هو سايكوباتي حتى المشكلة اللي تسجن فيها ست شهور تؤكدلك انه سايكوباتي ليه ومشكلة في الشغل مشكلة في الشغل هو الطبيعي ان اي حد يحصل له مشكلة تسجن ولا المشكلة دي انه اختلص حاجة التهم في حاجة فاتسجن فيها ايه عادي لا في حاجة طبعا هو عادي ان اي حد يتسجن اي حد يتحصل له مشكلة في الشغل اسجنه فيه هنا حاجة بتقول ان الرجل ده سايكوباتي مش مش مزبوط وبيقول ربنا انت أميني بقى يعني هو بعد كل ده خلاص هو تاب يا عم بقى نحتويه بقى ربنا انت أميني ماشي نتأكد بس ان هو تاب فعلا وانه هو ما بيجذبش تاني علينا نحتويه بقى ونديله فرصة خليه طيب يا يتوب يعني حلو ويورينا بقى قسمة الطلاق نروح نتكلم مع الستة التانية نشوف قسمة جوز الستة طب ما يقول لنا كلمتين حلوين ويتعديها وخلاص عمالة عدي بقى لها كتير ما بتقولك بيعدي احكي لي قصة طويلة وردها ما بسدقش منها حاجة وبتعديها فهي عمالة عدي تعدي 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 انا بقى اللي مستغربه هي اعدت كل ده في كل قصة حياتك اشمالة دي مش معديها يعني اتطررت النهاردة الصبحي تفوق وتسألك حرام عليك على فكرة على فكرة حرام عليك معا استغربها بجد عدت علاقات جنسية متعددة هي شكة فيها وعدت انه كان متجاوز واحدة تانية ومقلهاش وبعدين جاية دلوقتي تقولك انا هعمل ايه اعمل ايه اتشوف ان من بدري انا شو صدق انا شو صدق يا عمال بتحبه هو فيه من اللي بيحبه بعد الكرامة عمالة في الكرامة طبع يعني لو هو مثلا غلط فيه اه فيه كرامة عشان يفضل يحبني لو انا ما سمحت له انه يغلط تاني وتالت ورابع انا بحبه فبعديله اعم انا كل ما هعديله كل ما هو امتي في نظره هتبدأ تقل 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 و لما عفله زي النظرة و يبقى ضامني استاني بس و يبقى ضامني اللي هو ايه هي خلاص هو واخدها فورجرانتي يعني زي ما بنقول خلاص اه خلاص هي موجودة مضمونا في المائي بزراب تكاد لكن بالعكس لو وقفت ورفضت انه ده يحصل اول مرة هيحترمها ويعرف انه ليها صوت و هيبقى لو بيحبها مش عايز يخسرها فهيحاول ما يعملش ده تاني بس فهيتوقفلوا زي النظرة اول مرة عشان تاني مرة ما يتكررش الكلام ده طب لو بقى نوقفت زي النظرة و تكرروا تاني لا يتضرب بقى احنا نشمر ايه دكتور لا نقف تاني ونقف تالت لحد ما الحكاية دي تتصلح لكن انا فوتها كل مرة كل مرة ابقى فوتها طب الضربة ممكن تكاياه في الاخر الضرب والاهانة يعني انتي فاخد بالك النس اللي بتفوت كتير الضرب والاهانة بيتفوتوا واقفه مرة واثنين وثلاثة لا برضو المفروض اقف وما فوتش ايه بقى اتطلق لا مش اتطلق بس في نفس الوقت اقف وااخد موقف في الحتة دي فهو المفروض يحترم نفسه ومعملش ده ماحترامش نفسه مرة البعدها المرة اللي بعدها هقف برضو واخد موقف لحد ما يديني بقى لحد ما متعلم في وشي هنا بتدي فوق وقولنا عمليات التجميل مش هتقدر تلمو وشي فقولوا لأ زعلانا منك يا سي محمد إديك كدت إيه للمرة لا لا مش كده لحد ما رسيد سي محمد عندها يخلص لا أنا هاشرب ميا لحد ما رسيد سي محمد يخلص فهتلاقي ان هي اخدت القرار لوحدها اصل المشكلة زي ما قلتلك قبل كده برضو ان الحب رصيد والعلاقات العاطفية رصيد رصيد يمدي إيده قطع إيده في واحدة زيك من أول مرة رصيده يخلص في حركة زي دي وفي واحدة لا رصيده لسه مخلص فهي تسمح وتعدي وتفوت ما هم دول بقى اللي جابونا وراء ده ده توقف ما هم دول اللي جابونا وراء لما نقفل وقفه بجد ونخوفه بجد ويقعرف ان الحياة تكسرت بجد ده توقف على الشخصية عشان كده بقولك المفروض تاخد موقف مش تفوت ده ما هممكن دين موقف اول ما تعرف هات انت انا مش موافق كسائلي عايزها تاخد موقف وعشان ما تطلقش فعايزها تفوت ايوه لا اتعاملي معاها زي ما بتعاملي مع نفسك مينفقة هي مش مكاني لا لو حطناك مكانها تعمل ايه لا هتأكد مش عارف عايش كده هتجنن طيب هو ده اللي احنا عملينه هتجنن بس هي خلي بيديك هي الظروفة مش نفس الظروفي انا مش معاي ثلاث عيال انا ممكن ابقى مش باقي عدوني عادي بتجوزت مثلا شهرين ثلاثة ومش كويس في واحدة موزيعة مثلا تانية تخاف ان ايه تطلع تواجه الجمهور وانا اتطلقت بعد شهرين ثلاثة لا ده انا يوم الصباحية هتعمل لي ايه تطلع ما اطلعش زي ما هو فمصر كلها تعمل لي ايه طيب هعمل ايه بالزبط كده لا هو في ناس كده وناس كده واسمع انتقادات وإهانات وعاين حطيها بقى حطي نفسك مكانها فانت هتعمل لي ايه كسالي هتبقي عايشة في قلق وتوتر لا مش هعمل في نفسي كده حتى لو هخسر الدنيا وهبقى عايزة اعرف الحقيقة بس ما قدرش اقول لها كده وبعد ما عرف الحقيقة اخذ القرار هي مش مكانية يا دكتور يا مكتون شخصيتها مش نفس شخصيتي ممكن تكون ما بتشتغلش ممكن تكون اهلها بتحبهم اكتر منها بحب اهل دعنا نتفق ان شخصيتها مش نفس شخصيتك انت شخصيتك قوية لكنها شخصيتها شخصية انهزامية شوية واعتمادية عاطفية على الاخرين مش انهزامية بتحب اهلها بزيادة وبتحاول تبرر طول الوقت الناس وبتحاول تبرر طول الوقت اللي بتحبهم فقعد التبرر للاخ ده كل اخطاءه وكل خياناته وكل زلاته احد منها اخف في الموقف ده انا مش متحمل ولا حاجة بس هو الحقيقة كده طب هو مين المظلوم الزوكة الاولى ولا التانية ده سؤال تاني هو مين اللي تظلم بقى تفتكري الاولانية اللي تجاوزها بموافقة اهل اللي اثروا انه يتجاوزها ولا التانية فاخد يبالك انت واخد الرسالة من الزوجة التانية طب والزوجة الاولانية لو بعتتلك الرسالة هتعمل ايه هتقولي على اسمها ايه اسمها شهد لا اسمها ايه اسمها عش عشق هتقولي ان عشق دي خطافة رجالة صح والله غلط يعني لو قصة بعتتلك من الزوجة الاولانية هتقولي عشق خطافة رجالة وتجاوزت واحد سوفيش واحدة بتختف راجل لا هقوله هو عمال يلعب عالطرفين ودحك عليه كل ثلاثين واخدي موقف هنطلعه مجرم هنطلعه مجرم هنجريده بقى بس في الآخر في الآخر وما دل إحنا بنقوله منه سايكوباتي في الآخر هي برضه هتبقى غلطانة انها وفقت انها هتتجوز واحد من غير من أهله ومن غير ما تسأل عليه ومن غير ما قاله يبقوا معاه أهله مش موافين علي أهله أعداتنا وتقاليدنا مش واحدة مامتو مثلا خايفة مني لأي سبب ما شايفة ان انا مثلا شخصيتي قوية فانها دي هتبقى دي دي هتعمل او شايفة ان انا مش مناسبة لي ان انا ما كيكون مش حنينة قوي او دي ما تعافش تفتح بيت او ظروفها مش شبه ظروفنا لما حد يبقى أهله مش موافقين علي او مش موافقين على عيش او مش موافقين أحد نتجوزه برضو اه لا طبعا ما نتجوزوش حتى لو كان هو مناسب وهو الشخص اللي ارتاحنا معوحة بلاي حتى لو هو مية في المية مناسب عارفة ليه عشان متجوزوش لوحده انا بتجوزه هو وأهله والزنة على الودان امره من السحرة زي ما بنقول انت عارفة يعني ايه انك تتجوزيه وانت بتحبيه وهو بيحبك وبعدين امه تقعد تكرهه فيك بعد شو هيكرهك فعلا بجد اه طبعا بعد شو هيتأثر فعلا بكلامه هيختار امه لا مش هيختاره امه بس هو هيتأثر بكلام الاخرين طول الوقت فيه ناس عمالة تزن في ودانه سؤال واحد اخر هاختم به لو احنا في مجتمعنا مثلا اهله مش موافقين وكانت عيش او اي بنت بتتفرج علينا انا قلت انا هكلم امه عشان اوضح موقفي ده صح ولا لا هتكلم امه توضح اي موقف اقول لها مثلا حرك مش موافقة علي ليه انا كذا وكذا وكذا ممكن تكون حرك شايفاني غلط ده صح اه مفيش مشكلة ده ما يقللش من البنت لا ما يقللش من البنت بالعكس لان هي هتواجه الام وهتحاول تقنعها بشخصيتها فدي حاجة ما تقللش من البنت خالص بس رد فعل الام هيبقى عمل ازاي هي بقى دي المشكلة لان رد فعل الام ممكن يكسر البنت لو الام بتحب ابنها زيادة عن اللزوم وخايفة عليه وعايزها يمشي زي ما هي عايزها فهتقول او لو كانت عادات وتقاليد غير وهي شايفة ان هي مش مناسبة خلاص هتقول دي بنت جريئة زيادة عن اللزوم وتبدأ تعمل مشاكل فتخالي بقى انها كلمت الام وقالت لها انت ليه مش عايزها نتجاوز ابنك فقامت رد عليها ردود قسرة البنت نعط بقى نصلح تجيلنا بقى العيادة ونعط نصلح الام دي قسرته الحكاية معقدة قوي الدنيا مش سالكة فعل تنصحيها بقى وملينا مشاكل